احنا لازم نعلم اولادنا المسئولية وعندنا دور بيلقى على اكتف المربين المربين على فكرة التربية على فكرة ممكن تكون عند كل واحد فينا التربية مش بس عند المدرسين وعند الاباء والامهات الناس في الشارع ممكن يا رب الناس ممكن يأذو واحد طفل صغير لانه تصرفه بتصرف غير مسئولية يبقى احنا لازم نربي اولادنا على المسئولية ففي بعض المربين اللي هم بنسمون برفيكشنست اللي هم عندهم الباحث عن الكمال ما يحبوش حاجة تبقى فيها هفوة غلطة فبعدل ما يعودوا الأولاد ويبقى عادة الأولادهم القيام ببعض المسئوليات ويصبروا عليهم يقوموا أيمين بالأدوار والمسئوليات دي عن أولاده يعني إيه؟ هو عايز الولد يلبس كويس فبدل ما الولد يتعود أنه هو يلبس نفسه ويعمل كده هو يلبسه ويعمله كده ويقوله لما يجي يمد إيده عشان هو يعمل أهل يروح ضربه ما تعملش حاجة فيه اللي يحصل؟ فقيامه بالأدوار نيابة عن أولاده بيخلوهم يصعبوا بالهشاشة الإنسانية وإحنا كتير بنعمل كده أقول لكم حاجة محدش يزع أنا موافق أن الأباء يساعدوا أولاده بس مش موافق أن الأباء يقوموا بالأدوار اللي يجب أولادهم يقوموا بيها يعني فكرة أن الأب يوفر لابنه كل حاجة من غير ما الابن يلتزم ويجتهد أنا موافق أن ابني لو عمل اللي عليه وحس أن هو محتاج أن هو يساعده أنا أساعده بس ابني مش معقولة أعمله كل حاجة فيطلع ابني لما يروح يتجوز هو مش قادر يتحمل مسؤولية بيت لأنه من هو وصغير هو ما تحملش مسؤولية وعشان كده إيه اللي حاصل حضرت النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن احنا نربي أولادنا على المسؤولية وعشان كده سيدنا عمر قال اخشوشنه فإن النعمة لا تدوم وجود الأب نعمة ما بيدومش فلازم نعرف كده وشعور الأولاد بعدم الثقة فيهم والتشكك لما أنت ما تخليهم أنت تقوم بالأدوار عنهم بيخليهم يعملوا حاجة ما بيقدروش يعملوا حاجة كويسة فمن المهم أن المربيين إحنا وبربي أولادنا مهم جدا أن احنا وبربي أولادنا نربيهم على المسؤولية بالتزان فما نبالغش في إشعارهم بعزم العيب اللي عليهم مش معقولة أن احنا الطفلة عندنا في سنة ربعة ولا في سنة تالتة ابتدائي نشوفوا مضغوط كل الضغط ده عشان إيه بنربي أولادنا على المسؤولية والأهالي شايفين ان ده كويس عشان أولاد عيتحملوا مسؤولية لما يتضغطوا ويروحوا للطبيب النفس وهم في سنة ربعة ابتدائي أنتم عارفين أن الآن عيادات الأطباء النفسيين فيها زباين من عندهم خمس سنين وسبع سنين وتمان سنين فده غلط ده لأن احنا بنتعامل مع المسؤولية بطريقة خطأ في أباء بيفضلوا أنهم يعاملوا أولادهم بغلزة وشدة وانتقاد لازع ظن منهم أن دي أفضل في تربية الأولاد بذل من ربيهم والمحبة وإزاك حضرت النبي ما أخوي ربينا أمرين إلا اخترأ يسرهم هم لأ يختاروا الشدة وحضرت النبي بيقول لهم ما كان رفقوا في شيء إلا زانة وما نوزع من شيء إلا شانة أولادكم هيطلعوا عندهم شيء عندهم قبح وخالف لو أنه رباب المحبة الولد يطلع مايع وقليل المسؤولية والمسؤولية والمحبة مش بيتعرضوا أبداً على فكرة ده جزر المسؤولية والمحبة يعني إيه؟ يعني أصلاً الواحد مش هيبقى مسؤول غير ما يكون بيحب الحاجة اللي بيعملها فلازم رب أولدنا على المحبة عشان يقدروا يكونوا مسؤولين لأن حديث كلكم راعن وكلكم مسؤولون عن رعياتي الرعاية أصلاً منتج من منتجات المحبة ما حدش هيرع حاجة وما بيحبهاش ولذلك لازم الأول خالص رب أولدنا على المحبة عشان يقدروا يكونوا مسؤولين ركزوا معايا الله يبرك لكم الإيمان محبة حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وما زال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه إذن المسؤولية محبة خلوا أولادكم يحبوا الحاجة اللي بيعملوها وإنتوا نفسكم حبوا الحاجة اللي انتوا بتعملوها عشان تكونوا مسؤولين عنها فالمحبة الرشيدة هي اللي بتبني في الإنسان المسؤولية تجاه ما يحب تجاه ما هو مسؤول عنه فالمسؤولة هو اللي بيحيى بالمحبة الرشيدة تجاه ذاته وتجاه الآخرين تجاه مجتمعه وتجاه وطنه إحنا ليه بنحب أن مصر تبقى أحسن بلد في الدنيا ليه ممكن نضحي بدمان عشان مصر ليه عشان نحاسين إن احنا بنحبها حبنا خلانا مسؤولين عنها نضحي بحياتنا حبها هو اللي خلى الناس في أكتوبر اللي احنا لسه عايشين في ظلاله وفي جماله وفي حلاوة وفي جمال المسؤولية من جنودنا الشرفاء لما ضحوا بدماغهم وأصبحوا شهداء بينوروا حياتنا كلها وبسطف الحياة فرص للحياة النمية وحياة الرشيدة بالمحبة بالمحبة بقوا مسؤولين وبالمحبة بقوا شهداء وبالمحبة ممكن رب أولادنا على قيمة المسؤولية ترجمة نانسي قنقر